في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريطانية وبدعوة من نظيره الموريطانية الفريق المختار بولا شعبان حضي السيد الفريق أول سعيد شنجريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم باستقبال من قبل فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريطانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبهذه المناسبة أعرب السيد الفريق أول عن امتنانه العميق لحفاوة الاستقبال المخصص له من قبل فخامة الرئيس مسلما إياه رسالة خطية من أخيه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ومبلغا إياه تحياته وتهنيه على إثر إعادة انتخابه لولاية رئيسية جديدة على رأس الجمهورية الإسلامية الموريطانية السيد الفريق أول أشهد بالعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين وأكد أن المستقبل يحمل في طياته مزيدا من الفرص لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين